ثلاثمائة وتسع وثمانون قضية تتعلق بالاعتداء على مهني قضاء الصحة سجلتها وزارة العدل منذ الأشهر الأولى لجائحة كورونا تم على إثرها إدانة ثلاثمائة وخمسة وسبعين شخصا بتهم مختلفة تتعلق بالاعتداءات الجسدية واللفظية مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل كشف أن الضحايا من الأطباء هم الأكثر عرضة لشدة أنواع الاعتداءات حيث تم إحصاء مائة وثلاثة وخمسين طبيبا تعرض لهذه الظاهرة داخل المستشفية لاحظنا بالأطباء هم النسبة الكبيرة التي تتعرض كما كنت تحكي تقريبا مئة وثلاثة وخمسين طبيب تعرض سواء للإهانة مو الشرط أنه اعتداء ولكن إهانة بالقول أو بالفعل أو بالإشارة وكائن مستخدمي الطب مثلا الممرضين أو الليزانيستيزيت من هذا كائن أقل نسبة كانت أقل كائن 113 من المستخدمي الشبهة الطبي مستخدمي السحة 38 عوان الأمن 51 من جهتها النقابة الوطنية لممارسية صحة العمومية أرجعت استفحة لظاهرة الاعتداءات على الأطقم الطبية إلى ضعف التغطية الأمنية في العديد من المستشفيات إلى جانب نقص الإمكانيات للتكفل بالمرضة فيه مؤسسات الآن غايب فيها التغطية الأمنية لأسباب يعني كان بعض المستشفيات إلى بعض المؤسسات موضوع جيد في أماكن يعني بعيدة شوية للمنطقة الحضارية يعني هي في منطقة شبه حضارية ولما منطقة خارجة يعني والأسلاك الأمنية كل واحد يرمي الكرة للآخر يعني كذلك يعني توفير ما يسمى بيعني رواق انتع خدمات الاستعجالات الباين وريواق انتع الخدمات الأخرى يعني بما فيها الفحوصات العادية بما فيها تشخيص عن طريق المخبر وللأشعاء رغم الإجراءات الصارمة التي أقرها رئيس الجمهورية منذ ستة أشهر للحد من ظاهرة الاعتداء على موظفي قطاع الصحة غير أن ذلك لم يردع المعتدين بالنظر إلى الأرقام الرسمية المعلنة عنها على قلتها غير أنها تبقى نقطة سوداء تشويه المنظومة الصحية في البلاد ترجمة نانسي قنقر